تمكن مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الأمنية سيدي البرنوسي بالدار البيضاء زوال اليوم الخميس من تحييد خطر لشخص كان في حالة هيجان بالسلاح الأبيض كان قد هاجم تسعة أشخاص مما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة الباقين بجروح ووفق بلاغ صادر عن ولاية أمن الدار البيضاء فإن المشتبه فيه البالغ من العمر تسعة وعشرين سنة كان في حالة تخدير متقدمة نتيجة تعاطي المؤثرات العقلية عندما هاجم الضحايا بدون سبب ظاهر مستخدما سلاحا أبيض وخلال تدخل الأمني يضيف المصدر نفسه إن مفتش الشرطة اضطر إلى استخدام سلاحه الوظيفي مصيبا المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلة مما مكن من تحييد الخطر وضبطه وقد تم نقل المشتبه فيه والضحايا إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى تمهيدا لإخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن الخلفيات والظروف الحقيقية المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر